مرحبا برج الاسد سوف أسوي لكم القراءات الاسبوعية من تاريخ اليوم أعزائي خير القراءة ستكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الشمسي أولى إلا إذا لم ينطبق عليك توجه نحو الطالع القمري سوف نرى القراءة بشكل عام ما هي الرسالة لك على جميع الأصعدة العاطفية القانونية العاملية وحتى الصحية أول كانت بداية جديدة بداية موفقة أحز ان هنا دائما البدايات الجديدة ممكن تكون عرض من شخص ولكن هذا هدف معين انت رح تنجح في تحقيقه بنفسك في الفترة القادمة جول جول يكون دقيق رح تحقق الهدف بنفسك ما هو الهدف أن تحصل على اللجمة ما أعرف ليش الزاهد هنا أحسه يبحث عن الراحة في الحياة أكثر من الأبراج الثانية اللي يبحثون عن شريك أو عن شيء معين عشان يكونوا سعيدين معه في الفترة القادمة يا برج الأسد أن تبحث داخل نفسك عن مصدر سعادتك الداخلية شنو اللي يسعدك؟ هل هي فعلا الأموام؟ هل هي الأبناء؟ الشريك؟ الزوج؟ رح تدرك أن كل هاي الأمور دائما تتعرض إلى التغير مو ثابتة تمر بمراحل تسعد وتنزل تضطرب ثم تثبت أنت رح تبحث عن السعادة الداخلية في الفترة القادمة وأيضا على الصعيد المالي المهني في التجارة رح أيضا تحقق الهدف أنت رح تظهر للأبراج الثانية في الفترة القادمة أنه ممكن جدا الإنسان يكون روحاني وعنده علاقة قريبة بربه ولكن في نفس الوقت يكون ماديا واعي ويحقق أهدافه ويحصل على الرخاء رح تجمع بين الأثنين يا برج الأسان عندنا فارس الأغصان لن تنسى المتعة في نفس الوقت يعني التوازن جميل عندك ينتظرك في المرحلة القادمة كأنما أنت مثال يحتذا به الأبراج الثانية في الفترة القادمة لأنه محافظ على التوازن في جميع الأصعدة تعرف متى؟ يحين وقت المتعة؟ أوكي تعرف أن تكون مرح وفي نفس الوقت تعرف تكون جاد تتواصل مع ربك وعندك ثقة بربك تعرف ستصل إلى مرحلة المعرفة وتجمع بين المعرفة دائماً كارت العالمة يتحدث عن الخزينة للعلم حافظة الأسرار كارت برج الحوت ولكن مشارك دائماً تتحدث وتعبر عن هذه الأسرار والمعرفة اللي عندها ولكن أنت رح تجمع بين الأثنين بين المعرفة الداخلية رح تحقق توازن وبين الحياة العملية اللي فيها مهام اللي فيها مسؤوليات اللي فيها الآن لازم أروح العمل وبعدين أرجع أطبخ كذا وأنظف كذا وبين أنا أطمح وأريد أشياء أفضل سأحققها ما راح أنساها ما راح أتنازل عنها راح يبرز شغفك وقوتك الحقيقية اللي هي في طبيعة برجك يا أسد في الفترة القادمة هل من نصائح بخصوص هاي الموضوع ستة الأكواب الماضي أو الذكريات اللي راح تختارها في الفترة القادمة دائما كل إنسان عنده ذكريات مؤلمة سلبية وذكريات إيجابية أنت ستختار النجمة ستختار ستة الأكواب ستختار أن تتذكر بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها في الفترة القادمة راح تختار الذكريات الجميلة المرحلة اللي كنت تملك فيها الأمل تتذكر أن أنت بالأمل يوم من الأيام بدون ما تمتلك أي شيء ثابت أو أي جواب واضح للأسئلة اللي يسئلونها الكبار ولكن قدر تتحقق لنفسك راح كأنما تعيد صياغة الماضي بأسلوب جديد تردد عيدة النجاحات القديمة راح تحاول أن تعيد أن تكررها احتمال أيضا على الجانب العملي أن ترجع إلى مجال كان يسعدك أكثر الجانب الحالي أشوف أنه ماديا يعطيك أكثر ولكن ستحاول الانتقال إلى الشي اللي كان المادة فيه أقل ولكن سعادته أكبر ممكن يكون تواجدك في محيط البيت ممكن يكون مظيفة ثانية ممكن يكون أي شيء عندنا كرت العالم The World كرت العالم إهني يعني لي أن يا برج الأسد في الفترة القادمة أغلب الأبراج راح يكونون في بح دائما نقارنك بباقي الأبراج لأن أنت فعلا كأنك على مستوى ثاني من الناضج الروحاني عن الأبراج اللي اللي قريت لهم في السابق أنت أتممت المرحلة بنجاح مرحلة البحث أنت أول الواصلين لين؟ للمرحلة الجديدة المرحلة اللي تحافظ فيها على توازنك المادي والدخل الأحلام أوكي احتمال أنك راح تستلم مبلغ مالي أيضا كبير بسبب نهاية خدمتك في قطاع معين مع أشخاص معينين مكافأة يعني مكافأة نهاية خدمة وتكون مساعدة أن الجانب اللي كنت دائما تجد فيه نفسك أسعد مساعدة الآخرين احتمال مجال التدريب مجال التطوير تسويق مجال في إبداع أكثر عندنا سبعة السيوف وجودها تحت فارس الأغصان يعني لي برج الأسد كن ذكي بأن تظهر نعمتك للآخرين وسعادتك لا أدري ليش أحس أن في ناس ما راح يكونون سعداء أن يشوفونك تستمتع بحياتك كأن يقولون لك أن أنت لا تستحق أن تكون بهذا المستوى مجال من السعادة لأن 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 عندهم لست طويلة من الأسباب أنت في الفترة القادمة راح تكون متاعك خفيفة فارس الأغصان عفوي سعيد مستعد للمغامرة في أشخاص سيحاولون أن يقولون لك لا خطأ يخوفونك طاقة السيوف طاقة العقل يخوفونك وعندهم أسباب ولكن ما الذي ينتظرنا من برج الأسد؟ ننتظرنا ستة الأغصان أنت عندك طاقة تحدي مع هذلين الناس الناس اللي دائما كانوا يعتبرونك فشلت في مجال معين لم تحصل على الشخص اللي في بالك أوكي خسرت كانت عندك خسارة نعم في السابق ولكن خسارة أنت خلاص مريت بمرحلة البحث عن الذات والبحث عن النجمة البحث عن الخلاص وصلت أيضا إلى الخلاص أنت على مشارف الوصول ترى لا تنسى عندك الفارس الفارس السريع صاحب التغيير أوكي فحط في بالك هذا الشيء في الفترة القادمة إن الانتحاب طيب تدري ليش؟ بعد أسمعلك هاي الكلمة لأن الأشخاص المحيطين اللي من الماضي هني حاولون إن دائماً رجعونك إلى المرحلة اللي برج الأسد كان موجود معاهم في نفس المكان ويحتاج لنصحهم يحتاج لتوجيههم يبوني رجعونك إلى نفس المكان ولكن أنت كن أذكى منهم وستكون أرهني أن أنت رح تكون أذكى منهم رح أول شيء تخب نيتك تخب نجاحاتك ورح تنسحب انسحاب تكتك ترى دائماً سبع السيوف مو شرط تعني الخيانة أو السرقة بشكل واضح تعني أننا نخب الأشياء الجميلة تحت الرداء عن الأشخاص اللي ما يفهموننا ما يفهمون رحلتنا حتى لو كانت نيتهم طيبة وهم ما يفهمون دوافعنا ليش الأسباب ما نقدر نضيع وقتنا وطاقتنا نفسر لهم ليش إحنا نربي نروح المكان اليديد ليش نربي نتوقع البداية الجديدة ليش نحتاجها في حاجة نحتاج إحنا خلاص ختمنا مرحلة معينة بنجاح انتهينا تعلمنا الدرس حان الوقت للبداية الجديدة وإن كان بعيداً عن الأشخاص اللي من الماضي مقابل ستة الأكواب كرت الذكريات عندنا ستة الأخصان ما أشوف أي أحد مستعد أكثر منك يا برج الأسد لأن يواجه ويلتهم الجديد الإهتمام اللي ستحصل عليه النجاح السريع ستجد نفسك في مكان جديد في مجال أنت جداً تستمتع فيه لطالة ما أحببته إحتمال اللي خص في أنك دائماً تتعامل مع الناس في المبيعات في المعارض في جانب دائماً تسلط فيه الأضواء عليك تحتك فيه بالأشخاص تعرض بضاعتك على الناس راح تتوج في هذا المجال بعيداً على الأشخاص اللي ما يفهمونك راح تلاقي على الجانب الثاني أشخاص كأنما هم قبيلة مخلوقين من أجلك أنت لأنه يفهمونك ودائماً عندهم نفس المبادئ نفس التوجه راح تلاقي لك جمهور يناصبك على الجانب الآخر راح أشوف إذا في أي رسالة ثانية نتوقعها لك أشوف الجانب اللي قريته الحين يخص الجانب العملي أكثر باحتمال الرسالة القادمة تكون عن الجانب الصحي أو القانوني أو العاطفي لدينا ثلاثة الأكواب الاحتفال حسناً خرجنا أشوف أنك راح تحتفل مع أشخاص الأشخاص ها بنساعدك أن تخرج من مصيبة من مأزق حسناً وبعدها عندنا ستنفرد بواحد من هذلين الأشخاص احتمال أكثر من الشخص راح يساعدك في المستقبل ممكن يكون شي بسيط مثل الآن التقديم على وظيفة الحصول على التخصص اللي ترغب فيه في الجامعة حادث سيارة بسيط يساعدونك فيه حسناً حسناً وأيضاً تكرر عندك كرت الزاهد مثل ما قلت لك من بين كل هالأشخاص كذا شخص راح يساعدك في المستقبل لتخطي عقبه ما العقبه هذي كأنما الله وضعها في دربك ومو عشان انت وضعك العادي ما تستطيع ما تدل الطريق لها اشلون تتخطاها لا الغرض من هاي العتبة ان هذلين الأشخاص يدخلون حياتك راح يدخلون في المستقبل او احتمالهم موجودين حالياً اللي ساعدوك من بين هالأشخاص انت ستقع عيناك على شخص يعجبك يدخل في بالك راح يدخل في بالك شخص راح تختاره مو هو اللي راح يختارك مو معنات انه ما راح يرغب فيك لا انت اللي هني في هذا الوضع ما بين كذا شخص عندك اليد العليا وكأنما عندما تختاره هني اشوف كأنما تتوجه انت بيدك كل الخيارات وتختار الشخص اللي راح يكون لك شريك ترى احني اختيارك اللي يعني انه انت اللي راح تتوجه انت اللي راح تعطي هذا الامتياز كأنما هذلين الاشخاص كلهم يريدون ان يكونون تحت اعتابك على بابك اوكي يبون يكونون معاك في حياتك يا برج الاسد ولكن اشوف انه ستقع عينك على شخص واحد منهم ولكن لسبب لا تنسى انك مثل ما قلت لك متواصل جدا مع ذاتك في الفترة القادمة ومع ربك فعندك الكثير من الروحانية وان كان ظاهر الموضوع اختيار رومانسي ولكن وراءه انت حسيت بارتباط روحي انت حسيت انه في سبب كبير لهذا الشخص يدخل حياتك وايضا تحس ان هذا الشخص اوكي راح يساعدك في رحلتك الروحانية راح يضيف لك ما راح يأخذ منك من اجل ذلك اقول لك انت اللي راح تختاره عندما ترى فيه شيء سيضيف لك انت تحتاجه مفيد لك راح تختار المفيد لك ترى في الفترة القادمة وهذا اختيار جدا ذكي يجمع ما بين العاطفة والذكاء راح اسحب لك كرت اخير تبع النصيحة مرحلة برج الاسد انت في مرحلة المعاجز والنعم انت في مرحلة الحصاد انت في مرحلة وصلت فيها الى مكان جميل مع ذاتك وانت تدرك هذا الشيء تدرك ان كل شيء كل وضع انت تكون فيه في الفترة القادمة هو بمثابة هدية انت جدا متواصل مع نفسك وذاتك روحانيا في الفترة القادمة لدرجة ان ستدرك ان حتى العقبات اللي تواجهها القلق البسيط الخوف على انك وصلت وستصل الى الكثير دائما رح تحتاج الى اشخاص يساعدونك ستدرك ان وراء هذا الشيء السبب مو حاجتك لهم ولكن في سبب اسمة في سبب عميق احنا ما ندري فيه ولكن انت رح تكون واثق في اسباب احنا ما نشوفها مثل الزاهد اللي يبحث عن النجمة في وسط الظلام عنده ايمان عنده اعتقاد انه سيجد النجمة عندك ايمان انه انت مو محتاج للاخرين ولكن الاخرين تضطر بشكل ما انت تعامل معهم يدخلون حياتك من اجل سبب انت جدا واعي وبسبب ذلك ستكون مستعد ستكون تحصد مو مستعد ستكون في مرحلة حصاد لكل الاشياء الجميلة كل الاشخاص اللي ممكن يساعدونك على ان تصل الى افضل و افضل رح تكون تحصد هاي الاشخاص وتحصد حتى الفرص في الفترة القادمة اشوفك انت حاصد الفرص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة